نحو تسعة آلاف معتقل منذ السابع من أكتوبر وإسرائيل ما زالت تعتقل كل الشعب الفلسطيني وتضعه في مختبر لتنفيذ أفكارها المتطرفة وجنونها الذي يدفع بالمنطقة نحو انفجار قد لا يستطيع احتوائه أي طرف بالأرقام وحسب بيانات لمؤسسات الأسرة فقد اعتقلت إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن تسعة آلاف ومئة فلسطيني وتمارس إخفاء قصري متعمدا لمعتقلي غزة ولا تتوفر أي معلومة بشأن عددهم الضقيق وأصبح مصيرهم مجهولا فيما أكدت تقارير دولية عديدة قد أعدت بشأن الممارسات غير الإنسانية في السجون الإسرائيلية وتم عرض تلك التقارير على النيابة العامة الإسرائيلية وقال إن أحد تقارير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تحدث عن أمور سيئة للغاية تحدث في السجون الإسرائيلية أمام كل ذلك يواصل الاحتلال جرائمه مع تصاعد الإفادات والشهادات حول تعرض المعتقلين والمعتقلات لاعتداءات جنسية عدى عن تلقيهم تهديدات لمنعهم من تقديم أي شكوى بالانتهاكات التي يتعرضون لها وكانت صحيفة هاريتس العبرية كشفت عن انتهاكات خطيرة وصارخة بحق أسران داخل معتقلاته تمثلت بسياسة تكسير العظام من خلال التعذيب والضرب المبرح وسياسة التجويع والقتل المتعمد التي ينتهجها الاحتلال ضد الحركة الأسيرة وفق شهادات مروعة عن بتر أرجل أسرى فلسطينيين من داخل قطاع غزة في سجونه كل ذلك وأكثر يأتي في خضام عدوان هو الأشد دموية من قصف وقتل واعتقال هذه الأحداث المتلاحقة تأتي ترجمة لسياسة الانتقام الإسرائيلية المتواصلة لاستهداف كل ما هو فلسطيني على الأرض رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية مريم الطريفي تلفزيون فلسطين